بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصار والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا كل مشاهدي الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وإياكم وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين من الأحكام المهمة الخاصة بمسألة تلاوة القرآن الكريم أنه جاء من أحد أسائلين الكرام عبر الأسئلة اللي بتفد على الإسم إس على قلوب عامرة بأنه هل لابد من أنه الإنسان يفهم ما يقرأ من القرآن الكريم وكأن السؤال يعني بيتكلم تار عن مسألة تفسير القرآن ومسألة التدبر أثناء قراءة القرآن الكريم ليس مطلوب من حضرتك مع هذه العبادة أن حضرتك يعني لابد أنك يعني أن تأتي علم التفسير عشان أن يكون دا يعني هو المفتاح الأساسي بالنسبة لحضرتك لقراءة القرآن الكريم لكن الحقيقة هو المطلوب من حضرتك التدبر أثناء القراءة ما بيبقاش الإنسان في القراءة يجري لدرجة أو أنه يقرأ بدون استحضار العقل كده واستحضار القلب أثناء القراءة فحتى يقرأ سورة إيه أرأيت إيه مرة على موضوع إيه تلاقيه هو مش عارف مرة على إيه وإن كان الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم على كافة أحواله هو بيؤجر لكن الأجر على قراءة القرآن الكريم بلا شك دا مراتب وأكيد الإنسان الذي يقرأ مع حضور القلب وتدبر أثناء قراءة القرآن الكريم وبخاصة لحض القرآن الكريم دائما على مسألة التدبر أفلا يتدبرون القرآن ففيها حس لقارئ القرآن الكريم على ضرورة التنبه إلى ما فيه وإلى ضرورة استحضار الخشوع حتى إن الإنسان يفهم هذا القرآن وإن كان المعنى كذلك في مسألة التدبر الذي جاءت في كتاب الله أيضا تعني أن يفهم كل الناس الرسائل التي في هذا الكتاب العظيم في القرآن الكريم طيب أنا لا أتدبر القراءة لكني أنا بحاول باكتهد لا اكتهد أن تتدبر أثناء قراءة القرآن الكريم وده كان من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وده بيظهر في ما كان يحكيه الرواة عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة النبي كان يقرأ القرآن أولا بتؤد شديدة بهدوء وكان يقف على رؤوس الآيات وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها يعني رحمة سأل الله من رحمته كما أثبت الرواة ذلك وإذا مر النبي عليه الصلاة والسلام بآية يعني فيها شدة أو فيها عذاب يعني استعاد بالله سبحانه وتعالى وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى سبح الله سبحانه وتعالى داي الديني إشارة بأن حال النبي عليه الصلاة والسلام أثناء القراءة كان حال المتدبر فلو مر على آية فيها دعاء ينفعل كده مع الدعاء ويتوجه إلى الله بمعاني الدعاء التي في هذا المقطع من القرآن أو في هذا الجزء الذي يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا بما فيه من معاني عظيمة وإذا وجد فيها آية من نوع من العذاب والشدة كانية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله من هذا العذاب ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأحوال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآيات فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى تتكلم عن الحق سبحانه وتعالى جل في علاه يبدد النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح لله سبحانه وتعالى هذه معاني تديني أن النبي كان يقرأ القرآن وكان متجاوبا مع كتاب الله وده مطلوب أننا كمان أثناء قراءة القرآن الكريم قدر المستطاع أن يتدبر الإنسان ما يقرأ فيه فارق بين التفسير والتدبر بين التفسير والتدبر تفسير القرآن الكريم ده علم عظيم جدا الإنسان فيه هناك طلبة طبعا للعلم بتنشد هذا العلم لفهم آيات الذكر الحكيم وكذلك الاستقاء الأحكام من النص القرآني الكريم ولكن هناك فيه بقى مراتب أخرى أن الناس اللي عايزة تفهم معنى الصورة التي تقرأها فيه أنواع معينة من التفسير اليسيرة يعني على عقول الناس يستطيع غير المتخصص أنه يقرأها فيفهم يعني الملامح الأساسية والرئيسة في الصورة التي يقرأها أو في القرآن الكريم إن أراد أو إن وضع لنفسه نظام يعني يستحب فيه فهم صور القرآن الكريم لازم أسأل عن هذه التفسير منها تفسير المنتخب وده تفسير يعني بيطلعه المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية ده يعني تقريبا الآية بسطر أو لو كان فيها تنبيه بنلاقي أنها يعني أقصاها أربع وخمس سطور إلا في بعض الموضوعات اللي اللجنة بتحب تنبه إلى بعض المعاني فيها عندنا تفسير برضو من التفسير اللطيفة جدا وإن كان عدد تفسيره يعني كبيرة لكنه يعني الأسلوب والطريقة تعته يسيرة إلى عقول الناس تفسير الوسيط للمرحوم الدكتور سيد طنطاوي عليه رحمة الله أمثال هذه التفسير وغيرها التفسير الميسرة دي ممكن نقرأها أقرأ أنا كل يوم أخذ جزء أو مقطع اللي أنا حابب أقرأه وأقرأ القرآن الكريم ده جهد مضاعف أنت بتقوم به وبركة في طلب العلم واستحابي هذه الكتب حضور طبعا مجالس العلم بتعين الإنسان على الفهم أنه الإنسان يكون له شيخ لأنه لا بد الإنسان سواء بيتعلم القرآن الكريم قراءة وتلاوة وحفظا ومتابعة لابد أن يكون له معلم يتلقى عنه القراءة وكذلك لابد أن يكون له معلم يعلمه كيف يفهم آيات الذكر الحكيم دي أدوات على أد استطعت أنا بأتيها ولكن في كل الأحوال حضرك مطالب بالتدبر ومش مطالب بالعمل بالتفسير وإن كان ده عمل طيب نرجو إن حضرتك يعني تسعى إلى تحصيله على قدر ما تستطيع يا أخي الفاضل وإن شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل من الجميع معانا سلام عليكم يا أستاذ ناجي دكتورة أستاذ ناجي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم يا أخي الفاضل فضلي أخي الفاضل أرجو بس إن إحنا نرفع الصوت قليلا لأنه الصوت ضعيف عندي في الأستوديو دلوقتي حضرتك آآ والدتي آآ بعد وفاة والدي آآ مش عايزة تشوفني ولا تقابلني ولا تكلمني وأختي آآ قاعدة مع أختي كبيرة آآ وأختي مفرقة بيني وبينها طب إيه السبب يا أستاذ ناجي والله يا حضرتك السبب إن هم بيقولوا إن أنا عاوز أخذ آآ يعني المراس بتاع والدي كله في حين إن أنا يعني عاوز أطبق شارع الله وهم مش موافقين فرفعت دعوة اسم التاركة حضرتك رفعت رفعت دعوة إيه اسم التاركة رفعت دعوة إيه يا فنان اسم التاركة اسم التاركة تماما فهم اتعلنين إن أنا رفعت دعوة إزاي ترفع دعوة علينا والدتي اتعلنة مني ولا بتكلمنيش وفجأت إن هي هي طبعا عندها ممتلكات وكده لقيتها كتبت الممتلكات كلها بتاعتها لأخواتي مش كمان لأخواتي 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 لأم عندهم بنات ما عرفش بغرض إيه بقى إنها تحرمني وتحرمني من يعني من آآ أي حاجة ما عرفش أنا أنا بقولها يعني أعمل إنت عايزة يا أمي بس لي يعني ما ينفعش إن أنا بعاوز أبرك وإنت يبتمنعي نفسك من إن أنا أبرك أنا عايز أسألك على حاجة يا أستاذ ناجي هم ليه يعني اعتقدوا لما أنت عايز تاخد حقك أو نصيبك الشرعي بحسب القسمة الشرعية ليه هم اعتقدوا إن حضرتك عايز إنك إنت تستحوز على التاركة كلها لأن والدي هل حضرتك في بدا منك تصرف بكده هو حضرتك أنا كان ليه أنا لما جيت أتجوز كان في شقة بإسم والدتي فالدهاني إن أنا أتجوز فيها يعني جاهزوني زي أي أب وأم بيجاهزوا ولده وإخواتي برضو بجاهزوا بعافشوا حاجات كده تمام؟ فلما جينا نتكلم في موضوع المراسة قالوا لي ما انت معك شقة هو الشقة أصلا مش بإسمي بإسم والدتي أخذ بال حضرتك يعني هي عملها لك يعني كأنه عقد إيجار إيجار لا في عقد إيجار معاية تمام منها فجأت إن هي آآ متنازلة للشقة دية الشقة بتاعتي المفروض اللي أنا مأجرها منها لبنات أختي فجأت أنا رايح أدفع القص اللي هو الخاص بيها لقيت إن هم دفعين كل القصات قلت لهم خير يعني لي والدتي زعلانة مني المفروض يعني ما فيش الكلام ده يعني بقى عقد الإيجار بينك وبين البنات بيني وبين مامتي هي بقى أكيدة تنزلت بقى عن الإيجار ليهم إنه إيه يا فندم؟ تنزلت عن الإيجار ليهم ليهم فبقى آه يعني بقى العقد الإيجار بين حضرتك وبين البنات أختي تمام فأنا مستغرب من التصرفات دية أنا بربو أشعر إن في حلقات مفرغة في كلام حضرتك شوية أستاذ ناجي يعني أنا معلش خلي حضرتك إيه واسع الصدر كده معايا إنه إحنا مثلا طبعا لما هي تعمل عقد إيجار بينها وبين حضرتك ده معناها إن هي مش عايزة تظلم الباقي وده شيء كويس يقول إنها مش نوية إنها مثلا يكتبوا لك الشقة بإسمك فتعطى شيء والباقي لم يأخذ كما أخذت فعملوا عقد الإيجار فده تصرف سليم حتى لا تقع الوالدة أو حتى من قبلها الوالد في مسألة إنهم يحبوك بشيء والباقي لا لا ما هم حضرتك كتبين لهم شقة بالفعل يعني العقد ده يعني حضرتك كده هي مديالك حق انتفاع بالمكان مش مملكاك المكان طيب ليه هي ليه برضو هل في تصرف تاني يعني هم كانوا عايدين يحسبوك على إنك قاعد في الشقة الإيجار ولا إنت كتبت ليك حاجة زيادة أو أعطاك ما كتبت ليش حاجة خالد حضرتك أنا ما فيش حاجة بإسمي أصل ليه بقى عايزك مقابل الشقة تتنازل عن حاجات آه هم بقى عايزيني أتنازل عن حق الشرع في شقة تانية مقابل إن أنا بقاعد في الشقة دية الإيجار وهي كتبالهم برضو في الشقة اللي هي قاعدة فيها حضرتك والقسمة دي فيها ظلم يا أستاذ ناجي يعني أنت شفت إن فيها ظلم أنا حاس إن فيه ظلم طبعا كمان طيب وسؤال حضرتك إن الوالدة الكريمة ما أطعب هي بتتفرج على حضرتك يعني يا لائمة اسمها الحاجة إيه عشان نكلمها بس اسمها الحاجة إيه؟ اسمها بس الأول يا أم ناجي هنقول لها يا أم ناجي أرجو إنها تكون سامعانا حاضر يا أستاذ ناجي سلام عليكم ربنا يصلح الأحوال طيب اتفضل سلام عليكم طيب ناخد التليفون بعد كده اللي انقطع لكن نرجع لأستاذ ناجي وهنخاطب الست أم ناجي وحاولها طبعا يا أم ناجي أياتها الأم الكريمة الفاضلة نرجو إنه المسائل ما بيننا ما ندفعش بيها إنها توصل لمحاكم وإن إحنا الإخوات يقف قصاد بعض أمام المحاكم طبعا وصول المسائل دي إلى المحاكم وإلى ساحات القضاء عند يعني انتهاء وجود أي سبيل أو وسيلة بين الناس للتفاهم والحقيقة مش انعدام الوسيلة ولكن عدم ساعة صدر الناس مع بعضهم البعض فبيؤدي ده في النتيجة النهائية إلى تأزم المشكلة بالشكل ده ويبتدوا يرفعوا الأمر إلى ساحات القضاء وأبتدي وأنا على قيد الحياة أشوف ولادي بيتطحنوا على التركة وعلى الميراث وعلى كل شيء أرجو من حضرتك يا أم ناجي على القدر اللي حكاهولي أنا أجيب على القدر الأخي الفاضل الأستاذ ناجي حكاه أنا بس أخاطب حضرتك بإنه إحنا نتمنى إن المسألة تتحل ودي إذا كان له حق وكان له نصيب شرعي هذا الإبن الكريم فيأخذ نصيبه الشرعي كامل إذا إحنا عايزين بقى نعمل نوع من المواقمات بيننا وبين بعض يعني حد يتنازل عن شيء والتاني ياخد حاجة مقابل شيء ده بعد ما كل إنسان يمتلك الحاجة بتاعته لكن ما نضغطش على بعض لأن اللي بيأخذ بسيف الحياء فهو شيء حرام وأولى بالإنسان أن يسدد هذه الحقوق لأصحابها والإنسان ما يحطش نفسه في دائرة الظلم حتى لو أنا شايف نفسي أنا الأم اللي المفروض أنا حاكمة أنا حاكمة بالحق ولا أحكم بنوع من الجور أو الظلم علي أن أحكم بالحق لأنه أنا في هذه الحالة بقي ولادي وبقي الأحفاد ويلات الخصام والفراق من أجل النزاع على المال أو النزاع على التارك هذا الإبن له تارك من أبيه نرجو أن يتسلمها والبنات ياخدوا ما لهم وكل إنسان ياخد الفرض الذي له وبعد كده كل إنسان بحب يتنازل عن الذي له أو يتنازل عن بعضه ما تكونش بسيف أن أنا الأم أو بسيف أن أنا الأب فأضغط على أولادي فيما يجب لهم من الحقوق هل أنا أتحاسب على كده طبعا أنا أحاسب على ذلك بل الحساب في شأن أو في نطاق الأسرة أشد وأقوى من غيره لأن علاقة الأسرية علاقة إنسانية بتجمعها روابط مزيد من الروابط الأسرية بيجعل إن المشاكل في إثارة المشاكل في محطها ده يعني بيهدد أمن الأسر وبالتالي بيهدد أمن المجتمع أرجو يا أم ناجي إنك أنت تحلي المسألة دي بعقلك الحكيم ونتغادى عن بعض التصرفات مثل مسألة القضية يمكن هو داء بي وممكن محتاج فلوسه فإحنا نتغادى عن ده بس مصلح الأحوال عشان لا تخلي في ورائك يعني تقدير الصف وما بين هؤلاء الأبناء وأسأل الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين إن شاء الله فيما بينكم هنطلع لهذا الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله أتواصل مع حضرتكم على خير أدعكم مع خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 مرحبا بحضراتكم من جديد ونعود بقى لأسئلة حضراتكم معنا كانت أسئلة من الأسبوع الماضي معلش نظر ليه كثرت كانت الأسئلة معنا وحضراتكم بترسلونا على 9135 وأيضا بتتصلوا عبر الأرقام اللي بتبين أمام حضراتكم على الشاشة وكذلك بترسلونا على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة على الفيسبوك هناخد ما بين أسئلة اليوم وأسئلة النهاردة وبينفت يعني بيبقى فيه استقبال الرسائل يوميا من 5 ل 6 فيه موعد البرنامج ونبدأ في أول سؤال معنا إحنا جودنا السؤال الخاص بالقرآن وحضرتك تكررت فيه إرساله الأستاذ محمد الخاص بطلاوة القرآن الكريم وابتدأنا به الحلقة مسألة أرجو معرفة حرمة قطع صلاة الرحم بين الأخوات قلنا أنه دي من المسائل اللي هي يعني الإنسان لابد أنه ينتبه إليها ليه بتنقطع صلاة الأرحم بين الإخوات ندرس السبب ده ونحاول نزيل هذه الأسباب والإنسان يتعامل مع الأقارب ومع الناس أجمعين بقدر كبير من التسامح يعني الإنسان ده رحم الله ذلك الإنسان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من كان سهلا هينا لينا الإنسان السهل الهين اللين ده مظهر من مظاهر الحق على الأرض مظهر من المظاهر اللي كلها رحمة بتبقى أنت رحمة لكل الناس فأرجو أن احنا نتعامل فيما بنا بهذه الروح يعني الطيبة والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أن عقوبة قطع الرحم مش بس هذه المسألة بينتظر ليها العقوبة في الآخرة إنما الإنسان بيذوق ويلات هذا الأمر في الدنيا من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت رأى عذابات ذلك رأى العقوبة على ذلك في الدنيا قبل الآخرة فأرجو أن احنا يعني نحترز ونحفظ أنفسنا من هذا الويل المرتقب لكل إنسان قاطع للرحم أو يسعى إلى قطيعة الرحم أو بيجعل هناك من الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يحفظنا جميعا بحفظه الجميل في مسألة برضو تانية اختفاضلة بتقول هل الحجاب فريدة مش عارف أخ أو أختي يعني لو كان فريدة كان ذكره في القرآن آية مباشرة ده لأن إحنا يعني اللي بتكلم هذا الكلام وبيجي كده يطلع الناس وقولك لا الحجاب ليس بفريدة أو أنا ما بحبش كلمة الحجاب زي ما قلت لحضراتكم إنما يروق لي من الجهة العلمية أن نقول باللباس الشرعي للمرأة المؤمنة لنا زي شرعي وهذا الزي وهذه السطرة لم يأتي الإسلام فيها كده أو بها كأنه هو تفرد بهذا الأمر السطر المرأة مطلوب في كل الأديان والحفاظ على هيئة المرأة وأن لها هيئة تصان ويعني لابد أن تحفظها موجود في كل الأديان مش مسألة موجودة في الإسلام إلا أن الإسلام أكد على هذه المسألة وجعل هناك حدود للعورات فيما بين النساء فيما بينهم وبين بعض وفيما بين الرجال وفيما بين الجنسين وجعل هناك يعني محارم وغير محارم ونظم هذه المسألة وحكاية أن تأتي آية مباشرة يعني إحنا عندنا حتى في آيات خاصة كبيرة جدا بيئة الأحكام جاءت في القرآن الكريم الحرمة فيها لم تأتي مباشرة لكن الصيغة معروف عند أهل العلم أن هذه الصيغة من الصيغة التي فيها تحريم يعني لما نقرأ الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا ممكن حد يجي يتفلسف يقول لك لا ما هو ربنا ما حرمش هنا الزنا الحقيقة أنه ده أشد من التحريم وهي أحد أساليب القرآن الكريم في التحريم بل فيها من المعاني العلمية ما فيها أنه الإنسان يحضر عليه أن يقرب فيجي الفقهاء والعلماء يقول لك لأن ذلك بيشدد الحرمة في ذلك حتى لا يأتي الإنسان لا يدن الإنسان لا يقترب الإنسان من أدنى شيء قد يوصله إلى الوقوع في المحضور يبقى الخطاب هنا في القرآن الكريم المشكلة أنه الخطاب القرآني جاء ونزل بلغة العرب فلن يستطيع فهم آيات الذكر الحكيم أي إنسان غير دارس وغير متخصص لا في اللغة ولا في علومها ولا في طرائق العربي في التعبير فإحنا ما يجي واحد مش فهم اللغة دي إزاي بتوجه الخطاب وإزاي أسليب هذه اللغة العميقة واللي الحقيقة هي لغة رائعة لمن أراد أن يتعلمها عشان يفهم إزاي خوطبة في القرآن الكريم واحد بعيد عن طرائق القرآن أو عن طريقة القرآن الكريم اللي أسسها اللغة العربية مش هيفهم الخطاب القرآني فهيطلع حد هيقول لك لا ده ما فيش آية بتحرم الخمر ويجي بعد كده لا ده ما فيش آية بتحرم الزنا لا وبعدين لا ما فيش آية بتحرم ما فيش آية بتفرض الحجاب أصحنا عايزينها آية مباشرة يقول هذا الكلام معزرة ما لا دراية له بعلوم القرآن الكريم اللي رحه وأسسها علوم اللغة العربية أنا لم أدرس اللغة العربية أقدر أفهم طريقة خطاب القرآن الكريم للناس فمش كل حاجة يقول لك هذا يحرم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ده هنا طريقة دي تعبير في التحريم إنه لابد الإنسان إنه يعني يمتني عن ذلك الفعل ويتدرج الفعل بعد كده إلى أن يصل بحرمة أن يأتي الإنسان مسألة الخمر لو أنا ما عنديش سياج لفهم ونسق علمي منظم ومنهج علمي دقيق لفهم آيات الزكر الحكيم حقع وتخبط في الحاجات دي لا أصلا أنا ما شفتش آية مباشرة في أسليب للغة العربية مفهومة عند المتخصصين الدارسين بيعرفوا إن دي معناها تحريم وإن دي معناها حل وإن دي معناها كذا كل ده الوعاء أو وعاء اللغة العربية ده وعاء يعني عايز دراسة وعايز تخصص فمش أي من كل من هب ودب معرفش أستاذ في الهندسة اللي مش عارف إيه طلع فجأة بقى داعية إلى الله وقعد بقى يحلل ويحرم معرفش تاني متخصص في إيه ولم يدرس العبرة إن إحنا ندرس ويكون للإنسان منهج ويكون الإنسان عنده دراية باللسان العربي والطريقة العربية في التعبير والتحريم والتوجيه والحل والحرمة في أسليب في القرآن الكريم لا يفهمها إلا المتخصص فطبيعي حتجد كده لكن الآيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن وبفهم وبنفهم من ده إنه لابد الخمار هو غطاء الرأس وبعد كده يدنين عليهن من جلابي بهن والإدناء هي إنه يبقى السطر الخاص باللباس الشرع الخاص بالمرأة فجمعت الآيات سواء في صورة النور أو في صورة الأحزاب بين غطاء الرأس وبين سطر البدن إلا ما ظهر منها فقال الفقهاء الوجه والكفين وعند الأحناف كذلك القدمين وللفقهاء حديث طويل بقى في شرح هذه المسائل من أهل الاختصاص مش من عوامل ناس مش كل واحد لا نفسه عارف بيعرف يتكلم كلمتين يطلع يقول لك لا أصلا ما شفتش آية مباشرة بتقول كذا ما في حاجات كتيرة اللي منجد فيها الصيغة المباشرة اللي ترضي حضراتكم لهؤلاء الفقه إنما الحقيقة القرآن الكريم له أسليب عديدة في التعبير في الأمر في النهي لابد الإنسان يكون دارس لغة عربية عشان يقدر يفهمها فيقدر يفهم الأمر فيها ويقدر فيها يفهم كذلك النهي وأشياء أخرى كثيرة نرجو ونتمنى على الله سبحانه وتعالى أنه تنفتح القلوب إلى ذكر الله السلام عليكم السلام عليكم أستاذة إنجي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور أهلا وسهلا ومرحبا أهلا بحضر لديك يا دكتور دكتور بعد إذنك أنا في حاجة كده مشكلة عندي صغيرة أنني حسب تعني بدومير وحسب واجعة ديم أنني حسب صوتك يا إنجي مش عارفة صوت النهار ده في الستوديو بقول لحضرتك أنا حسب تأنيم دمير دايما في علاقتي بزوجي إن أنا كنت دايما بحسب أن أنا مؤثر معايا في علاقتي معاه لأن أنا كنت طبعا كنت بعاني من مرض دايما إن أنا كان على طول بيبقى عندي نزيف وصويد بسبب من هو بسبب إن هو كان عنده مرض جنسي وكان رافد إن هو يروح للدكتور ويكمل علاجه هو عنده مرض كان نائلني أنا المرض ده وكان رافد إن هو يروح للدكتور كنت كل ما روح أكشف الدكتورة تقول لي وتديني العلاج وبقى كيسة ويرجع تاني لما يحصل علاقة زوجي ما بيني وما بينه بطعب تاني فأنا كنت بتطرب لحكم إن أنا أعمل في حاجة اسمها استلماء باليد فأنا كنت دايما حسب الزنب وحسب أنا مؤثر أنا حيته أعيز أعرف إي حكم الاستلماء باليد وكفر عنه إزاي تمام؟ وأنا دلوقتي أصلا في بيت أعليه أولا حضرتك اللي كنت بتعملي ولا هو؟ أنا اللي كنت بعمل داله آه تمام يعني بحاول أوصله للنشوة بتاعته بكل الطرق آه يعني حضرتك في صحبة الزوج في صحبة الزوج آه تمام وأنا كنت رافد الموضوع ده بس أنا كنت بعملهه لأ عشان يتعالب آه يعني هو لابد من العلاج هو ده مش تقنيب ضمير التقنيب المفروض يكون على حضرته لا هو كان رافد تماما العلاج تماما وكان بيقول إن أنا كويس ما فيش أي حاجة لمدة عشر شهور وكنت بعيني على طول لا هو يأسم لذلك التقصير شكرا لك يا أستاذ إنجري والسؤال واضح أنه أنت حضرتك لا فيما يحدث بين الزوجين من أشياء طالما بعيد عن الأشياء المحرمة لا حرمة فيها المسألة المسألة بتكلم مطلقا فيما بين الزوجين أي شيء بيحدث طالما إحنا بعيدين كل البعد عن الأشياء المحرمة فلا شيء فيما يجري بين الزوجين لكن مسألة إن الزوج يكون مريض ويقوم بالعدوى للزوجة ومصر على أنه لا يتوجه بنفسه إلى العلاج فده تقصير وده زنب في نفس الوقت لابد أنه يتم الضغط عليه للعلاج وإن دي ربما تؤدي إلى أن النهاردة أدرى أصد هذا المرض ربما يتحول بعد ذلك أو ينتج عنه فطريات أو أنواع من الأمراض يصعب بعد كده علاجها فده اللي إحنا نتكلم معه بالمنطق هو بس مفتقر إلى أن حد يأخذ ويدي معاه فيفهم خطورة ما يصنع وإنه هذه المسائل بيترتب عليها أشياء وضرر كبير جدا فأرجو أنك تعاودي الكلام إليه وتنصحيه بهذا الكلام وأن يمتثل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام تداو عباد الله يبقى الإنسان عليه أن يسارع به التداوي وطلب أسباب الشفاء وده استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام المأمور به من رب العالمين وقلنا قبل كده لا نعلق أبدا الأحكام التكليفية على الأحكام التعبدية الأحكام التكليفية أمرنا بأشياء لابد الإنسان أن يسعى فيصنعها لما تعي تطلب أسباب الشفاء فتروح للطبيب أنت كلفت بكده الأمور الخاصة بيئة التعبدية الأحكام التعبدية أنك تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يشفي الإنسان وأنه هو الرزاق وأنه وأنه لكن كل هذه المعاني لا تجعل الإنسان يجلس مكانه ولا يطلب أسباب الشفاء ولا يطلب أسباب النجاح ولا يطلب أسباب التداوي بل على العكس ما نخلطش بين الاثنين على الإنسان المؤمن الذي يسارع بالاستجابة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى وعندنا قاعدة مهمة جدا النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا لا ضرر ولا ضرار ومفترض أنه هو بيضر حضرتك بهذا الفعل وبيضر نفسه والضرر كمان متعدي إلى حضرتك وقد يتعدى إلى ما هو أسوأ من ذلك في المسائل الخاصة بيئة الإنجاب والزرية يا أختي الفاضلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن حرك لابد تتكلمي معاه لتوعية الزوج الفاضل إلى شناعة ما هذا الفعل وشناعة ما يصنع أسئلة حضرتكم معايا على 9135 ويكلمنا في مسألة يعني بنجوب بشكل سريع لكن إذا كانت هناك بعض اللي طالب عن مسألة الحجاب يعود للآيات الخاصة بذلك في صورة النور وفي صورة الأحزاب والآيات واضحة ولكن تقرأ الصورة بالذات صورة النور نقرأها بوضوحي تقرأ الصورة من أولها إلى آخرها والإنسان يفهم كده المعاني في نظرة كلية موضوعية وده لن يتأتى إلا بحضور مجالس العلم والقراءة بمنهجية علمية وده أنت لابد لك فيها من يعني إنسان يأخذ بيديك من أهل العلم وأهل التحقيق مسألة هل يجوز أعمل عمرة لأخي المتوفى بعد عمرتي دون الخروج إلى التنعيم لا طبعا لازم أنا بعد ما حضرتك بتتحللي من العمرة بتاعت حضرتك تبتدي تطلعي ليه التنعيم تحرمي من جديد لأننا لازم أجمع ما بين حل وحرمة أسف حل وحرم فأنت دوقتي في الحرم لابد تخرجي إلى منطقة الحل في التنعيم تحرمي منها وبعدين تقومي ترجعي بعد كده تكملي الأداء بالنسبة لأخيك بهذه العمرة يا أختي الفاضلة وما هوش يعني المكان البعيد اللي حضرتك تخاف أنك أنت تروحي فحركت تنتقلي من الحرم إلى الحل وبعدين ترجعي من الحل إلى الحرم لأن ده من الإحرام بدايع بجمع بين الاتنين بين حل وحرم وطبعا لازم تكوني حضرتك قديتي العمرة يعني تكوني قبل كده سبق ليك قديتي عمر عن نفسك وانت في العمرة دي تقولي لبيك اللهم بعمرة عن أخي المتوفى فلان وإن شاء الله ربنا يتقبل من حضرتك بإذن الله هرجع بس كده لبعض الأسئلة اللي كانت معانا على اسم اس كده إن شاء الله في عجلة نحاول ناخد أكبر قدر الأخت الفاضلة بتقول حامل وخايفة الجنين يبقى فيه تشوه أو إعاقة وعاوزة تجهد المسألة دي ما بتتخدش كده أختنا الفاضلة يا روان حتة أن أنا حامل وخايفة أن أنا الجنين المسألة دي بتتعرف بمنتهى إيه البساطة ولكن لا تعالج بهذه الصورة فإذا كان في حاجة من الحاجات اللي تكلم فيها الفقهاء وأسهبوا في الكلام عنا في مسألة إنه في ضرر عليك أو ضرر على واقع وحتمي ده بيكون بتحقيق طبي وتاخدي الأوراق دي وتطلعي على دار الإفتاء تستفتيهم في ذلك الأمر مسألة هل ملامسة الكلاب يعني لابد فيها من الوضوء يعني طبعا إحنا عارفين المالكية شايفين أن الكلاب ظاهرها وباطنها ليس فيه نجاسة وحتى يعني خروجا ممن قال بأن هذه الأحناف قالوا ظاهرها طاهر لكن خروجا من هذا الخلاف هي لا تنقض الوضوء هي بس المعنى بس اللي عايزين نقوله هي لا تنقض الوضوء لكن لابد الاحتراز من النجاسة عند من قال بنجاستها وعند من قال بعدم نجاستها فلا شيء على صاحبها هل يلزم ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن الكريم النقطة دي كنا عايزين ناخدها وإحنا في بداية الحلقة بنتكلم عن من أحكام الخاصة بتلاوة القرآن الكريم الحقيقة هي من المستحبات إنه الإنسان يتوضى إنه الإنسان يغسل الأسنان لأنه طيب وأفواهكم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فإنها طرق القرآن وجاءت التطيب هنا بالتطيب المدي والمعنوي إنه الإنسان اللي هم من أهل القرآن دول لابد إنه يحترز من الكلام الذي يخرج من فمه لأنه أهل القرآن المفترض إنه كل ما يخرج من أفواههم على الشاكلة التي ترضي الله سبحانه وتعالى وجاء الحظ من النبي عليه الصلاة والسلام والحس كذلك على تنظيف الأسنان فأمر بالسواك كذلك قبل قراءة القرآن بما يوذيها اليوم غسل الأسنان بالأدوات المعروفة المهم طهارة ذلك الفم دي برضو من الأداب وستر المرأة نفسها أيضا من الأداب أنا عملت كده أساب على ذلك ما عملتش كده عبادة تلاوة القرآن سليمة لكن فتني السواب على ذلك السواب على إن أنا أأتي هذه الأمور اللي هي بنقول عليها مستحبات لكن العبادة إن شاء الله على قدر إخلاص العبد في تلاوتها وعلى قدر إتقان القراءة وعلى قدر التدبر فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا جميعا وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن سلام عليكم يا أم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاي يا دكتورة الحمد لله في نعمة تفضلي فند تفضلي فند لو سامحتي يا دكتورة أنا ببقى أنا وأنا بصلي عندي دور برد ففيه كحة جامدة بتخليه ينزل غزب عني مية في الصلاة هل أطلع من الصلاة وأتوضع ولا كمل صلاة؟ بتكون شديدة عليك يا ما بتقدريش إن حضرتك يعني بشكل مستمر يعني مش مرة كده ولا هل ما تقدريش إن حضرتك يعني إيه تقوميها أقوم تقومي الكحة يعني أنا ببقى في الصلاة أنا فاهمة أنا فاهمة أنا فاهمة أنا بقصد الكحة نفسها مش بتقدري تقوميها فإنتي بتبقي عيانة لا لا ما بقدرش حش ما بتقدريش تحشيها حاضر هنتوضى وضوء أصحاب الأعذار وهقول لحضرتك كيف يكون الآن عشان نبقى طي في حاجتان يا ستة آه بعد إزاي تفضلي أنا مراتي بني كتثبت ابني وقعدت مع ثلاث شهور ومشيت ورحة اشتكته يا لطيف آه بس أنا عايزة حضرتك ما تسمعيني اسم التلفزيون مشت من وراي دكتورة أنا مش عايزةك يتسمعيني من التلفزيون معانا في الكنترول بس ننبه اسمعيني من التلفون طيب حاضر تفضلي عشان نصد الصوت ده ويبقى فيه سرعة في القاء السؤال تفضلي فا يعني أنا مراتي إزني عادت مع ثلاث شهور ومشيت من وراها قال فكم الدين في الواحد اللي تمشي من وراه ووزهوا بدون إزني حاضر طيب من غير سبب كده ما مضربهاش ما مدش إيده عليها لا 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 ما مضربه يعني من باب للطاقة كده راخد وقت يعني كانت مشكلة بسيطة خالي يعني مشكلة ما تذكرش عادي يعني طب ما احنا نحاول نصلح كده بدأ ما نقعد وقول حكم ما احنا عايزين حنعرف حكم الشرعة في كل حاجة بس احنا عايزين ندرس الأمر ايه السبب في كده ممكن هو بيحكي لك حاجة مش هي الحقيقية لا 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 ده قدامنا قدام عيني قدام عيني والله قدام حضرتك المشكلة حصلت ايه المشكلة حصلت قدام حضرتك ايوه ايوه هو في يعني فوق منك وانتهيته على ايه طيب انتهيته انتهيته لأيه ايه راحت داوش تكتبني بعدها بشرين يوم اه وانتهى الأمر الى ايه ما حاولتوش تتكلمه مع بعض يبقى فيه مصلحة لا 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 هي عايزة لا لا ما فيش محمول نصرح اه طيب يا سيد تمام محمد شكرا طيب حنرجع لحضراتكم نقول لأمنا الفاضلة بالنسبة لي الحكاية دي بتبقى متكررة شوية بتبقى عند البعض اللي هو مثلا يبقى اتوضى لكن اصابته مثلا كحة او بعض الناس اللي بيبقى فيه بيعانوا من سلس بول الحالة دي مش سلس بول هي بس من دفقة الكحة ومرض الكحة مثلا تبقى مصابة ببرد فمع كل كحة بيتسرب بعض البول فهي بتقول انا في الحالة دي كل شوية اطلع برا الصلاة وارجع لأ انت هتتعملي معاملة المريض اللي احنا بقول لحضراتكم قبل كده وضوء اصحاب الاعذار اصحاب الاعذار بيعملوا ايه زي ما قلت لحضرتك الازان يرفع اولا ادخل اسمعي الازان ادخل الى دورة المياه للوضوء لو فيه قبل بقى ما انا اتوضى اذا فيه اصابت تقل سو بشيء محتاج ان انا اغير ملابس ابدأ بذلك ثم بعد ذلك اتوضى وبعد كده اصلي ما شئت من الفق اصلي ما شئت ولا يعني يوتر حضرتك ابدا ولا تخرجي من الصرة ولا حاجة لان دي حالة مرضية حضرتك عليها يا ستنا الفاضل يا ستة ام محمد سلام عليكم استاذة حنان استاذة حنان هلو اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتورة بعد ذلك حضرتك بس انا في مشكلة جامدة ويراتك بس تحلالي نسأل الله التايسين انا جوزي على طول قاعد على النت وكده وسحات اللي بيعد معه اللي بديك اللي بعت لها رسالة بتبعت له صور وكده وكذا مرضى قوله كده ما ينفعش وكده اه صور يعني عورات بقى وكده ايه يعني صور عورات وعلاقات ولا صور كده يعني تعارف وحاجات كده لا صور تعارف مرضى تبعت له تقوله مثلا انا صحي تمام تمام انا بس بحب بس افهم طيب وانتهى الامر الى ايه ستة حنان وقل له مثلا ما ينفعش كده قل له طيب خلاص مش عمل كده وبعد كده برجع تاني وكذا مرة قل له همشي واسيب البيت وقل له لا ما تمشي لا 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 ولا سيب البيت ولا بتاعه انا كن اكثر حكمة واكثر عقلا والتصرفات اللي فيها سفاهة تقابل بحكمة عارف انها حاجة مش سهلة ولكن يخليني ده افكر في اشياء كتيرة نفسك تقولي حاجة تانية عشان ماكنش قطعت بس كلامك وبعدين ارد على حضرتك هويني على نفسك بس فمش عارف اعمل ايه والله طيب هو في المجمل معاك ازاي ستة حنان كويس واخد باله من ولاده وطبعا حاجة ومعاك انت شخصيا في علاقتك بيه كويس معاك ببقى مثلا هو كويس وكل حاجة بس ساعات تلاقيه قاعد وواجه جنبه ايه في التليفون كده واش عارف اقول لك تعمل ايه طيب انا هقول لحضرتك على شيء نتمنى على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله توفقي في القيام بيه واصبري وخلي عندك ساعة صدر والحاجات دي مما عمد بيها البلوة للأسف والناس بتضيع صيامها وصلاتها وقرآنها وبتضيع كل خير بتعمله بالاكتراء الى النظر الى العورات والى الاستهتار بانه مرأة اخرى او مرأة اخرى او فتاة عندها استهتار بهذه الاحكام وانا او جاوبها في ذلك الامر واخد بقى ونعد نتكلم ونحكي على الشات والانترنت والكلام ده وعلى التليفونات وبقت احنا بنستعمل الامور دي فيه المعصية اكتر ما بنستعملها في الطاعة وما بنستفيدش بيها انما احنا بنهضر الاوقات وكل لحظة النفس اللي تنفسته في المكان في الحتة الفلانية سوف تسأل عنه يوم القيمة وكذلك سوف تسألين في المكان ده كلمت فلان كلمت فلان وهكذا الله تعالى يقول وكفى بنا حاسبين اية في الحقيقة يعني شوفوا كلمتها قليلة معدودة تعدل احرف فيها لكنها قد ايه وقعها شديد وكفى بنا حاسبين ده مما يعني ينبه الى ضرورة ان الانسان ينتبه الى تصرفاته الى اقواله وافعاله ما ينظر اليه وما يقوله وما يسمعه وما يستهين به الاستهانة دي بتخلي الانسان بعد كده يتخبط الانسان ما يدخلش نفسه فيه قضية اننا كل حاجة بعملها باستهتار فاوصل الى مرحلة افمن زين له سوء عملي فرآه حسب يبقى مقاييس الخير والشر مقاييس الصح والخطأ بتفسد فيه ناظرية لا نتمنى ذلك فاولا اسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق اولا كسرت الدعاء لهذا الزوج بالهداية ولكي بالتوفيق معاه واعمار بيتك بما يرضي الله النقطة تانية ما تركزيش معاه قوي ما تركزيش بقى كلم فلانا وكلم علانا لا اركزي في نفسك معاه حتى لو انت شايف الخطأ قدامك اصل المعالجة مش هتبقى ان انا مركزة في بيعمل ايه وبيسوي ايه والنهاردة بيكلم وانا شايف اخد الموبايل ودخل القوضة وقاعد على الكمبيوتر وقاعد على التليفون بالطريقة دي انت هتنشغلي عن الواجبات المفروض تقومي بيها طب هو اصر معاك انت ما تأصريش مع الامانة اللي معاك التلات اطفال ولا تأصري معاه حتى وانقصر معك في القيام بالامانة ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك مبدأ عظيم فانا في الحالة دي اقوم بكثرة الدعاء صلاة ركعتين في جوف الليل بان ربنا يعني يوفقني الى انه اكون قرة عين له وان يكون كذلك قرة عين لي وان ربنا يصرفه عن السيئات الدعاء سلاح مهم مع الدعاء اراجع نفسي يمكن انا فيه مني تقصير يمكن انا فهمة اني بقدم له اللي عايزه هو مش شايف مني اللي نفسه فيه فاراجع نفسي اراجع شكلي اراجع بيتي اراجع شكل ولادي اراجع طريقتي في البيت عاملة ازاي تشغليه لكن مش هو اللي يشغلك بالمراهقات اللي بيعملها انت اللي تقومي بشغله بخير ان ده حقك انت بتطلبيه في الحلال هو يطلبه حرام انت عايزة ترجعي لطريق الله عايزة ترجعي للحلال ادعي ربنا سبحانه وتعالى توفقي الى ذلك الطريق واصبري وان شاء الله بإذن الله ربنا يكتب له الهداية نسأل الله له الهداية نسأل الله له الهداية نسأل الله له الهداية لنا والاجمعين ان شاء الله فيه اخت فاضلة بتقول انه الوالد الكريم قال ان الدهب ده لابد ده من اسئلة الاسم اس اللي حضركم بترسلوني عليها 9135 من الحلقة الماضية وبتقول انه الوالد الكريم قال ان الدهب ده يكون للبنات يعني انت واختك صاحبة السؤال يعني بتسأل بعد وفاة الوالد احنا مش عايزين نتصرف فيه والدتنا عايشة واحنا بنتين ولد ازاي نتصرف طبعا اذا الدهب ده ملك الوالدة فاحنا ملناش ان احنا نقعد نتقاسم على حاجة بتاعة امنا يعني انا مش واضح عندي في السؤال الدهب ده بتاع مين لو كان ملك للوالد وبيديه لبناته او بيدي بيدي جزء من هذا المال على حياة تعينه فانا جيت لبناتي قلتهم خدوا الدهب ده انا مش محتاجه اخدوه واصرفه فيه بيعوه واصرفه على نفسكم فله ان يعطي لاولاده ما يشاء ويرعى الا يفرق بينهم الا يعني يميز بين ولد وبنت او العكس او انه يبقى فيه نوع من التفاضل اما وان دهب الزوج اللي هو لو حتى هو جابه لزوجته ده ملكها هي مش ملك حد عشان نقعد نتقاسم عليه انا بس بجاوب السؤال من كذا جيها لانه مش واضح بالنسبالي الدهب ده ملك مين فان كان ملك الام الفاضلة فده ملكها لا نتقاسمه ولا يعد ترك وبعد الوفاة يبقى تركة زي وزي اي شيء هنا مش هنقعد نتقاسم وهي صاحبة الشيء موجودة على ما فهمت من هذا الكلام الاخت الفاضلة بتقول العريس رافد ييجي الاهلها لانه في قطيعة حصلة بين الاهل وهي لكن هي تريد هذا الخاطب هو يروح يقنع اهله ويقنع اهلك انما انا عايز خطيبي ده ولا عايز انه ده ان انا اتزوجه او انه تتم الخطبة من وراء اهلك ده اوضاع مش مزبوطة ومش وانتي هتبي اكبر خاسرة فيها والانسان يحط نفسه في موضع كريم يتصرف هو في مشاكله يحلها هو الراجل مش عفا انا كل البنات هم اللي بيجوا يحلوا المشاكل ما تحلوش حاجة هم الرجال هم اللي انا اعتمد عليهم واعتمد على شخصيتي كذلك لكن في امور بتاعتهم هم يقوموا بيه هو يحل مشاكله مع اهله وبعدين يجي يحل مشاكله مع اهل مش انا اللي حبقى المحامي بتاعه لكن اروح بقى انا عايزاها عايزاها هتعملي ايه هتروح تتزوجيه من وراء اهلك طبعا ده لا يجوز ولا اقبل بيه ابدا سلام عليكم طولنا والتليفون يا ام مين ام سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته امه اسامة من الشرقية اهلا بيك يا ستة امه اسامة الله يبركزين اهلا بيك واهلا بأهل الشرقية انا مجوزة بنتي من 12 سنة في العريش ام ودايما في مشاكل مع زوجها ام ودايما نصر اهله عليها ام والاخر يعني سافر من المرة شهرين رحة اليابان وكده ام طبع الشغل اه اخه مراته مسكها قافل عليها المية وعم ومسكها تلفز بألفاز دي يعني الواحد ما يصحش يقولها ام ولمي جينا اخدنا بعدين انا واخوها ورحنا لها برضو يعني مرضناشي يعني دايما في مشاكل على طور جبنا واحد يعني راجل محترم راجل بتاع دين عشان يحكم بينهم ام الاخر الراجل برضو مرضاشي يعني هو يفتح في الموادية لاني كان المتلفز بألفاز بذيئة ألفاز بلاحد الشيء حبي يسبعه ام المهم الراجل اقعد كلهم بالأدب وبالزوء وكلهم يعني المصروض اني ما كل أخي مش موجود يبقى اني بقى كل ما قام أخويا في غربة أخويا تمام والدهم اللي بفيه يعني الكلام اللي يفهم بس اتضح للأمر انه هما مش بيفهمه وقلت له يا ابن راعي اللي في مراتك دية وفي عيالك هو أهم من ده كله انه هو انسان يعني انش بيحب ينصر مراته على أهله طب يعني احنا انتهينا إلى ايه يا سيدة المؤسامة نعم يا سيدة المؤسامة انتهينا إلى ايه الموضوع انتهي انتهينا ان احنا ردناهم على بعد ومشينا وجبت بعد انه واخوها ورجعنا مشوار من الشرقية للعريش دي مشوار يعني طبعا واخدناها في تسع ساعات والفي عشر ساعات وإحنا رايحين وإحنا راجعين مم ولسه جايين من برح بالليل رجعوا تخنقوا تاني ولا ايه؟ يقول لها الناس جموا وغلطوكي واللرجل اللي انتو جبته هو اللي مغلطكو دي جزها يعني مش بالناوي بداية خير في اطفال يا ست مؤسامة فيه تلات ايال فيه تلات ايال وإحنا برضو مش راضين نخرب الدنيا عشان خطر الايال طبعا ومستحملين البنت مستحملة وبتقاسي معاناة وكان بياخد مرتابها على بدا السنين دو كلها وبرضو كانت مسامحة وساعدت في بناء شقة وعملت كل اللي هو كان يطلبه منها وكان بتبعت له دهابها من ورانا وتاخد حاجات تاخد من عندي بتابوها يعني احنا نذهب سماحه وكده ومفيش فايدة فيه اللي راضي ينترح حاله وبيدور بس هو الشخصية مش بيدور اللي على مصلحته وعلى نفسه وعايز يعلى على حساب بيته وحساب مراته وعياله فانا مش عارس اعمل ايه لان البنت خلاص في حالة انهيار يعني انا بحس البنت بتضع مني مانا برضو احنا عايزين نوزن الدنيا ست مؤسامة يعني مش عايزين نجري فنقول طلاق يعني هي فرض هناك في وسط عيلة كاملة بحالها احنا ليه ما اشترطناش انها تكون في سكن مستقل لا ما هي في سكن مستقل في وسط العيلة يعني كل واحد في شقة لا تبقى برى المبنى برى المبنى برى بيت العيلة ماشي دوت هو غير امين على الست بتاعته دي بيسمع يعني اخوه يقول على مراته كلام فيه انواع من الناس كده فيه انواع من الناس كده فيه انواع من الناس كده ستهم مؤسامة فيه انواع من الناس ما بتعرفش الحق وبيعرف اهلي يعني اهلي قالوا اهلي عملوا وكذلك بعض النساء نفس القص امي قالت ابوي قال اهلي قالوا في الموضوع يعني دول سبحان الله يعني مفترض انه يعني هذه الزوجة يعني القرآن الكريم بيقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم منتهى الرقة في التعبير القرآني والدقة في تصوير ما يجب أن يكون عليه الزوجين لما يوصف الحق العلاقة الزوجية بأن الزوج لزوجته كالرداء يعني حماية وسطر وزينة وهي كذلك منه لكن احنا للأسف بعيدين كل البعض عن هذه المعاني القرآنية الرائقة واللي هي من شأنها يعني تعمل نوع من السلام الاجتماعي عميق ومتجذر في مجتمعاتنا لكنه في الحقيقة النفس والهوى لما بيحكم الإنسان بيصرف ذلك الإنسان عن مراد الله سبحانه وتعالى وبالتالي بيتحرم الأنوار دي فالبيوت ما تعيش في هدوء تعيش في القلاق الدي للأسف طيب يا ستة أم أسامة أنا أنصح في الأمر ده بأنه لو اشتد الاحتدام بهذه الصورة وبنتانا متحملة وأكيد لكل إنسان طاقة ومش عايزين ندفع بيها إلى يعني منطقة أنها تخسر صحتها أو تخسر أعصبها أو يحصل لها شيء فقدام شوية كده احنا نختبر الوضع أقول لها ما تتكلميش معا كتير وما تشتكيش إلا عند الضرورة لما يكون فيه تصرفات معينة لابد فيها من وقفة لازم أتكلم ليه تنظيم الحياة لكن حاجات من العابرة دي أنا ما قفش عندها وما عملش مشاكل يسمع الشك وهو أنا ما بشتكيش يعني خلي دي النصيحة لأرجو أن حضرتك يعني تقوليها لها وفي نفس الوقت تحسن إليه قدر المستطاع استمر الحال على ما هو عليه فأرجو أنها تنعزل فيه سكن خارج هذا البيت وما فيش أي مشكلة وهي هي اللي بتحرمه من أهله ولا حاجة وإنما هو ده طبيعة الناس إنه قلة الوازع الديني وعدم الخش من الله سبحانه وتعالى وكل إنسان شايف اللي ليه مش شايف عليه إيه فبالتالي أدى إلى المنازعات الكثيرة وهذا النزاع شبه الدائم في الأسر بسبب تدخل الأهل من هذا الطرف أو من ذلك الطرف فإن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يكون لها مخرج هندي فرصة تانية للزوج بعدها نتكلم معاه في مسألة إنه يكون لها سكن مستقل يا أختنا ألف واضلة ست أم أسامة وإذا هو حيسافر ويعود في مكان يعني بعيد اليابان أو غير ويعود لفترات طويلة لما نعبقى تتنقل الأولاد بشقة تكون قريبة وجنب حضرتك بحيث إنه الزوجة دايما جنب أهلها بتكون يعني دول أهلها بتعتمد عليهم فيه عشان ما بينها وما بينهم فيعني بيكون أفضل وأريح ليه الزوج فيه كثير من الأحيان بس كثير من الأزواج يعني مش بيدركوا هذا الأمر فاكر إنه دي هي الرجولة اللي أنا عايزه هو اللي يتم لأ أنت عايش نفسك في هدوء شوف هي ترتاح فيه انت لما هي بتؤدي لك الحقوق ويزوجها محترمة تصون جميع الحقوق التي لك فأنا أريحها كده ما بقاش أنا بعيد وما فيش لولا أهلها قريبين وناس عمالة تعمل مشاكل نسأل الله إنه يجعلنا مفاتيح خير لا مفاتيح شر النبي عليه الصلاة والسلام نبه في ناس نوعيتها كده مفاتيح للشر وناس مفاتيح للخير فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الخيرات بإذن الله إن شاء الله بإذن الله غدا أكمل الرد على أسئلة حضراتكم اللي جات النهاردة وإلي كانت معانا قبل كده إن شاء الله وفي الختام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضه يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله أستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة